اهلا بكم بحث وزير المالية سالم بن بوريك مع النبعوث الامريكي الى اليمن تيم ليندر كينغ في واشنطن اخرى تطورات المالية العامة وتداعية حرب الحوثين الاقتصادية وجوانب العمل المشترك لمعالجة الازمة الاقتصادية القائمة ووفق وكالة السباء الرسمية اوضح بن بوريك ان الحرب الاقتصادية تضاهي في اثارها وتداعياتها على المواطن اثار الحرب العسكرية مؤكدا ان الاولوية في الوقت الحالي هي دعم المالية العامة وتدارك داعية تراجع قيمة العملاء واكد ان الاقتصاد يمثل المدخل الاساس لمعالجة الازمة الانسانية في اليمن التي تضاعفت نتيجة لاعتداءات الحوثين في البحر الاحمر وما تبعها من اضطراب سلاسل الامداد على صعيد متصل قال مسؤول في مكتب المبغوث الاممي الى اليمن ان مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي البنك المركزي في صنعاء وعدان لاجه حلول تقنية ومستدامة لتجنب انهيار اقتصادي اعباق واوضح المسؤول في تصريحات للشرق الاوسط انه اجرى مناقشات بهذا الشأن في صنعاء الشار الحالي مشيرا الى ان العملة الموحدة والقطاع المصرفي الموحد يجلبان قوة مالية وتحفيزا للاقتصاد على حد تعبيره تأتي تصريحات مكتب جروندبرغ في وقت تحاول فيه الحكومة السيطرة على التدور الحد في العملة الوطنية وسط اوضاع اقتصادية ومعيشية متردية تعيشها البلاد في سياق اخر كشفت صحيفة امريكية عن تقديم موسكو دعم لوجستيا للحوثيين ساهم في توسيع نطاق هجماتهم على الملاحة متهمة اياها بالسعي لتقويض نظام الغربي الذي تقوده واشنطن عبر دعم جماعة مصنفة على لائحة الارهاب ومزعزعة للاستقرار العالمي وقالت صحيفة وول ستريت جورنال ان الحوثيين استخدموا بيانات الاقمار الاصطناعية الروسية لاستهداف الكثير من سفن الشحن بالبحر الاحمر وانقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين اوروبيين ان بيانات الاقمار الروسية تم تمريرها من خلال اعضاء في الحرس التوري الايراني المتواجدين في مناطق سيطرة الحوثيين توفي واصيب ستة اطفال ونساء جراء انهيار منزل فوق رؤوس ساكنه بمديرية وادي العين حورة في محافظة حضر موت واشرت السلطات المحلية الى ان انهيار منزل المواطن مبارك باغريب لم تعرف اسبابه بعد لافتة الى ان الحادث تسبب بوفاة ثلاث نساء وطفل واصابة طفلين غادر المشفى بعد استقرار حالتهما واوضحت ان المحافظة وجه بتقديم الدعم اللازم والمساندة للأسرة واستئجار منزل لها بشكل عاجل وفي الشأن الصحي حذرت منظمتان امميتان من ان اليمن لا يزال يواجه تفشي فيروس شلل الاطفال المتحور حيث تم الابلاغ عن 273 حالة على مدى السنوات الثلاث الماضية وسط ازمة انسانية قائمة وانخفاض معدلات التحصيل واضحت منظمتان الصحة العالمية واليونيسيف في اليوم العالمي لشلل الاطفال الذي يصادف الرابعة والعشرين من اكتوبر اوضحت ان هناك حاجة الى دعم مستمر لتكثيف المبادرات الهادفة للقضاء على المرض وانقاذ حياة الاطفال وشددت على ضرورة اعطاء الاولوية لتطعيم جميع الاطفال ضد الشلل اضافة الى تعزيز انظمة التحصيل لضمان حصول جميع الاطفال على اللقاحات الاساسية المنقذة للحياة نهاية الموجز الى اللقاء